روسيا تفاهمت مع تركيا بعملية الشمال السورية وأيضا منطقة الأمنية ولكن بعد تقدم سريع لقوات تركيا وانسحاب أمريكي أثرت على أمريكا أيضا وهم يحاولون أن يستغلوا هذه الفرصة ليمرر نظام الأسد لكن تركيا لن تقبل ذلك لأن المنبج هو الخط الأحمر وهذا غير قابل التنفيذ وجيش التركي الآن يحارب مع هذه الأناصر الإرهابية في هذه الأراضي وأيضا نظام الأسد أو بعض الأناصر الشيعية حاولوا أن يستنجدوا أو يتعاونوا مع بيكاكي في أفرين وتركيا ردد عليهم بشدة وهم تراجعوا من ذلك وممكن هذا يحدث في منبج أيضا ولا أظن أن نظام الأسد عنده قدرات لتسيطر على منبج وأيضا لتحدي الجيش التركي الآن حاسم جدي لترضي الأناصر الإرهابية السؤال هنا إلى متى تستطيع تركيا وأردغان أن يستمران في هذه الجدية والحزم في مواجهة الضغوط الدولية التي تكيد أنت مطلع عليها لوقف هذه العملية وليس فقط الدولية أن يتحدث عن الولايات المتحدة دونالد ترامب يتحدث عن عقوبات قوية وصالمة تجاه عدد من المسؤولين الكبار في تركيا نعم لكن تركيا تعتبر هذا العنصر الإرهابي ووجودهم في شمال سوريا كتحديد لأمن القومي تركي وهذا طبعا أكثر أكبر من هذه المصالح الاقتصادية وأيضا تحديدات الوقوبات والأشياء أخرى يعني تركيا صارمة ومصررة على هذا التحديد وتطهير هذا التحديدات من شمال سوريا وبكاكي هذا حقيقة تحديد وتعادي تركيا من زمان وعنده علاقة طيبة مع نظام الأسد مع إيران مع أمريكا مع روسيا هذا تنظيم إرهابي كأيضا وكيل لبعض الدول وتركيا لن تقبل ذلك ولن تقبل حصار من طرف بكاكي هذا التحديد هو من جنوبها بحيث تركيا مستعدة أن تضحي أو تغمر بعلاقتها مع قوة دولة في العالم والولايات المتحدة من أجله؟ يعني لا تقسر ولن تقسر تركيا بسبب المنبج والأشياء أخرى عندها مصالح أكبر لأمريكا أيضا مصالح أكبر من منبج ولتركيا أيضا مصالح أكبر من منبج لكن ما يؤثر تركيا في شمال سوريا هو الحصار وهو وجود كيان وأيضا مشروع الدولة تقسيم السورية ضد تركيا هذا خطورة أكبر على تركيا وتركيا مصر على ذلك ولن تغامر ولن تضحي أمريكا أيضا علاقاتها مع أمريكا وأيضا لا تريد تخسر تركيا في الموازنة لقوة في المنطقة وأيضا تركيا دولة محورية